نتجه لدولة الكويت والنهاردة وصلها قدس البابا توادروس بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقسية على رأس وفد في زيارة تاريخية هذا استغرق أربع أيام بدعوة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتفقد أوضاع الأقواط هناك وتتشين كاتدرائية ماري مرقس بالكويت كان في استقباله نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح دي زيارة الأولى للبابا من ساعة مجلس على الكرسي الباباوي في 2012 لدولة الكويت من المقرر أن البابا يختتم زيارته ويرجع بسلامة إن شاء الله لقاهرة يوم الأربع اللي جاي قبل زيارة المنتظرة لبابا الفاتيكان لمصر اللي هتكون يوم الجمعة والسبت الجاي